امس ما نزلت ولا مقطع لازم اسجل دخول اليوم زي اللهب موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين نرجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد رديمشين تو زي اللهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن الكرافتينج او التصنيع بشكل عام وجميع ما يتعلق به يعني كل نقطة رح نفصل فيها ومن وين جيب الشيء المعين والشيء الفلاني خلونا نعطيكم رؤوس اقلام عن الكرافتينج او التصنيع بكل بساطة انت رح تصنع جميع الاشياء حقك على سبيل المثال تطبخ طعامك الخاص تصنع رصاصك الخاص على سبيل المثال مثلا الرصاص المتفجر الرصاص الحارق الرصاص المتلاحق يعني تصمم رصاصك او تصنع رصاصك الخاص ايضا تقدر تصنع اسلحتك الخاصة يعني في مجموعة من الاشياء اللي رح تصنعها بنفسك طيب عندنا قواهم التصنيع في لعبة ردد رديمشين تو ستة واحد عندنا الطعام اثنين الادوية ثلاث الرصاص اربعة الويبنز خمسة الهورس او ادوية الحصان والسادسة رح تكون اللي هو ما يتعلق بالصيد والهنتنج فاليوم رح نبدأ نفصل في كل واحد والشيء المهم نفصل فيه تفصيل كامل في الله نخش في المقر طيب اولا خلونا نتكلم عن اللي هو الازارير الموجودة عندك لما تضغط سهم يمين وسهم يسار رح يبدل بين نكهات الطعام اللي موجود عندك يعني لحمة بفاصول يا لحمة بهذا يعني يعطيك اللي هو نكهات سهم يمين وسهم يسار عندك اللي هو مثلث مثلث هذا رح يطلع لك لما تضغط مثلث واحد رح يطلع لك الاشياء اللي انت تقدر تصنعها بناء على ما عندك من المتطلبات حقها لما تضغط مثلث ثاني رح يطلع لك جميع الاشياء اللي ممكن تصنعها في هذه القائمة عندك لما تضغط مربع رح يطلع لك اللي هو الأفكتس أو التأثير عليك يا أرثر يعني مثلا إذا أكلت اللحمة هذه كم رح تزد لك في الهيلث كم رح تزد لك في الاستامنة كم رح تزد لك في الدداء عرفتك كيف لما تضغط مربع ثاني رح يطلع لك اللي هو المتطلبات اللي لازم تجيبها عشان تصمم الطعام المعين أو الشيء المعين عندك اللي هو إكس عشان يسوي كرافت أو يصنعه دائرة عشان تطلع من المكان بالنسبة لأول قائمة رح نشرحها رح تكون قائمة الطعام أو المؤن بكل بساطة شفت انت لما تصيد حيوان معين وتأخذ الجلد حقه انت لما تأخذ الجلد حقه رح يعطيك أيضا اللحم حقه ورح يحطها في الشنطة حقك تمام فانت لما تجي تسوي كامفاير وتجي جنب القدر هذا فرح يبدأ أرثر يطلع اللحومة الموجودة عنده على سبيل المثال والله ينت أول صد سمكة فرح تحصل السمكة في جيبك تقدر تطبخها أول صدت لك مثلا لحم غزال والله بتحصل لحم الغزال موجود في القائمة اختاره ورح يطبخ لك يا أرثى واختار النكهة التي بغاها ساميمين وسامية ساعة عرفت وأيضا اللحوم رح تختلف من لحم إلى لحم والله في لحم مثلا رح يزيد لك الهيلث مع الستامنة في لحم ثاني رح يزيد لك مثلا الديد آي مع الستامنة مع الهيلث واحد مثلا لحمة مثلا ضفت لها نكهة معينة رح يزيد لك كلها الهيلث مع الستامنة مع الديد آي مع الكذا كذا كذا عرفت فهرجت الطعام بكل بساطة إنك رح تطبخ طعامك عن طريق اللحم اللي صدته سابقا وراح يزيد معاك الهيلث والستامنة وغيرها بالنسبة للقائمة الثانية اللي رح نشرحها رح تكون قائمة التونيكس أو قائمة الأدوية بكل بساطة هذه هرجتها إنك رح تصمم أو تصنع أدويتك بنفسك كيف أصنعها رح تجمع أعشاب معينة وشفته في الماب موزع أعشاب كثيرة فإنت رح تجمع أعشاب معينة رح تطلع لك الدواء المعين عرفت كيف؟ مثلا جمع العشب ألف مع العشب باء رح يعطي لي المشروب جيم زي كذا فنصيحة لك صراحة إنه هذه المشروبات بالذات مشروبات الأدوية إنها تكرفك مرة يعني مثلا العشبة المعينة في مثلا في جدة والعشبة الثانية في الرياف يعني يكرفوك كرف عشان تسوي مشروب واحد فنصيحة لك أنا إنك تشتريها جاهزة من الجنرال ستور أو من الدكتور اللي في أي مدينة أحسن لك بدل ما تضيع وقتك على لو تجميع الأعشاب إلى آخره بس إنه ألخص لك الهرجة حق التونيكس إنه كذا تبع أدوية رح تجمع مجموعة من الأعشاب لكن نصيحة لك لا ضيع وقتك فيها لأنها يعني يعني مرة مرة متعبة وهي أصلا بثلاثة دولار قبل ما نبدأ في الرصاص ونبدأ نفصل فيه تفصيل كامل حبيت أقول لك إنه ترى ممكن لما تبع تصنع مثلا الرصاص المعين أو الدواء المعين أو السلاح المعين تحصل عليها قفل ليش القفل؟ بكل بساطة لأنه أرثر مورغين ما يعرف يسوي الشيء المعين أو ما عنده الوصفة حق السلاح المعين أو الدواء المعين ما عنده الوصفة طيب كيف أعلمه الوصفة يا صالح؟ بكل بساطة عندك طريقتين الطريقة الأولى إنك تشتري جميع الوصفات من عند الفنس حق الذهب هو يبيع جميع الوصفات و هي تقريبا 16 وصفة تضمن جميع الأدوية وجميع الرصاصات وجميع الأسلحة إلى آخره 16 وصفة كل وصفة بـ 70 دولار تقريبا الطريقة الثانية إنك تجمع الوصفات عن طريق إنك تبحث عنها في الماب وأنا راح أعطيك أماكن خمسة أهم خمسة وصفات لازم تعرفها راح أعطيك خمسة أماكن لازم تأخذها و راح تتضمن الرصاص الحارق والمتفجر الأخير يعني راح أزبطك حلوين إذا اشتريت الوصفات من عند الفنس أو الفنسر أو حق الذهب لا تنسى إنك تقرأ كل وحدة عشان آرثر يعرف يصممها أو يقراها مظبوط أريف تم طريق اشتركوا في القناة طيب خلونا نتكلم شوية عن الرصاص ونبدأ نفصل فيه هو اهم شي تقريبا الرصاص طيب اول حاجة راح يكون او اول خيار عندك راح يكون اللي هو الريفولفر اكسبلوسيف او طلقات الفردة المتفجرة وعشان تصمم هذه الطلقات حق الفردة المتفجرة راح تحتاج طلبين اللي هو رصاص ريفولفر اكسبريس ويحتاج ان يكون عندك انيميل فاتس ايش هي الانيميل فات او كيف اجيب الانيميل فات بكل بساطة راح تتوجه لهذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي وفي هذا المكان راح يكون فيه مجموعة من الطيور او مجموعة من البط الظاهر لما تقتل هذا الطير او هذا البط راح يعطيك مجموعة كبيرة من الانيميل فاتس كل طير تقتلوا راح يعطيك انيميل فاتس ورح يعطيك اللي هو الفلايت فيذر او ريش الطير الريش الطير والانيميل فاتس مهمين جدا في تصنيع الرصاص بحاول بقدر الامكان انك تجمع اكبر عدد ممكن من الطيور ومن الانيميل فاتس ومن الفلايت فيذر بالنسبة للرصاص لازم يكون إكسبرس فروري جدا يكون إكسبرس ليس ريجلر من أين تجيب الإكسبرس بكل بساطة راح تروح عند محل الأسلحة في نوع من الرصاص اسمه إكسبرس فعشان تصمم الطرقات المتفجرة لازم يكون عندك اللي هو الرصاص ريفولفر إكسبرس ويكون عندك اللي هو الأنمال فات طبعا بعد ما تجيب المتطلبات وتسوي الرصاص المتفجر الحين صالحة بس تخدمه بكل بساطة الآن كل اللي عليك إنك تفق عجلة الأسلحة بعدها تحط المؤشر على السلاح اللي سويت فيه للرصاص حالتنا راح يكون لهو الفرد راح تضغط الوسام يمين سام يمين سام يمين إلين ما توصل للطلقات المتفجرة زي ما تشوفون في الجيم بلاي بعدها راح تروح التجلد اللي تبغاه وهذا دمرنا راسه وفاه رسميا وأوصخ طريقة للموتس كان هذا بالنسبة للخيار الثاني راح يكون خيار اللي هو البستول إكسبروسيف أو طلقات البستول المتفجرة طبعا زي ما نعرف الريفولفر غير البستول فرد ثاني يختلف عنه تماما فعشان تصمم اللي هو البستول إكسبروسيف راح نحتاج اللي هو طلقات بستول إكسبرس وأنمال فات عشان تسويها بعد ما تسويها تجربوا بهذا الطريقة وشوف قد إيش تدمر ووجهه التدمير هذا البستول إكسبروسيف بالنسبة لي الخيار الثالث راح يكون اللي هو طلقات السنايبر المتفجرة وعشان نسوي هذه الطلقات لازم يكون عندنا اللي هو طلقات سنايبر إكسبرس ويكون عندنا اللي هو الأنمال فاتس إذا والله سويتها شوفوا قد إيش السنايبر المتفجر يدمر الشيء بالنسبة للخيار الرابع راح يكون خيار الريبيتر إكسبلوسيف أو اللي هو طلقات البندقية المتفجرة وعشان نسويها لازم يكون عندي طلقات بندقية إكسبرس ولازم يكون عندي أنمال فاتس إذا كان عندك والله يسوي لك طلقة واحدة وجربها وشوف قد إيش قوية البندقية صراحة للمتفجرة جدا جدا رهيبة بالنسبة للخيارات اللي بعدها راح تكون الطلقات السبلت أو الطلقات المتفرقة هذه الطلقات بكل بساطة راح تزيد الدقة بنسبة 100% راح تزيد دقة السلاح بنسبة 100% يعني الأيم راح يكون مصطرة جدا جدا ودقة 100% ويعني في الرأس على طول لكن لما تحط هذه الرصاص طرح دمج السلاح راح يقل الدقة تزيد لكن الدمج راح يقل وعشان تسوي هذا الرصاص لازم يكون عندك رصاص عادي من أي سلاح تبغى تسوي في له هذا الرصاص مثلا تبغى الريفولفر خلي عندك طلقات ريفولفر عادية ورح يخلي لك إياها سبلت بالنسبة لللي بعدها راح تكون طلقات الشتقن الحارقة أو اللي هو الباك شات انسيندياري بكل بساطة عشان تصمم هذا النوع من الطلقات لازم يكون عندك طلقات شتقن عادية أو ريكلر ويكون عندك اللي هو المون شاين أو مشروب المون شاين بكل بساطة من يوني أجيب المون شاين راح تروع من عند الفنس وهو راح يبيع لك المون شاين وتقريبا سعره دولارين وربع طبعا لما تجرب هذا الشتقن صراحة ينفع لي التعذيب ويعني طلقة واحدة ويحرق وحرق صراحة هذا الرصاص جدا جدا ممتع للشتقن بالنسبة للأسهم الحين راح نخش في الأسهم ورح نصمم مجموعة من أنواع الأسهم أول نوع راح نصمم ورح يكون اللي هو الأسهم المتفجرة وعشان أصمم هذا النوع من الأسهم لازم يكون عندك سهم ولازم يكون عندك ديناميت ويكون عندك اللي هو الفلايت فيذر علمناكم أنه تجيبونا فلايت فيذر عن طريق أنك تقتل أي نواع من الطيور عندك اللي هو الأسهم المسممة عشان تصممها لازم يكون عندك سهم وفلايت فيذر ويكون عندك اللي هو نبتة الأوليندر من وين أجيب نبتة الأوليندر بكل بساطة راح تجيبها من هذا المكان ورح تكون على أطراف الريفر أو أطراف البحر هذا ما جريتش يسمعه لهم أطراف هذا المكان راح تحصل نبتة الأوليندر سيقع النوع الثالث من الأسهم راح يكون الأسهم الحارقة أو الفاير عشان تصمم هذا النوع من الرصاص أو الأسهم لازم يكون عندك ايروز أو أسهم أنيمول فات وفلايت فيذر علمتكم كيف تشيبون الفلايت فيذر والأنيمول فات النوع الرابع من الرصاص راح يكون اللي هو الإمبروفد أو الرصاص المطور بكل بساطة لازم يكون عندك فقط سهم وفلايت فيذر عشان يعني يطور لك السهم يكون إمبروفد النوع الخامس والأخير راح يكون اللي هو السمول جيم أو الرصاص أو الأسهم الصغيرة عشان تصمم هذا النوع راح يكون لازم يجيب اللي هو أسهم وفلايت فيذر وشوتقان شيلز أو طلقات رصاص وبعدها راح تقدر تصمم له السمول جيم والحين ترككم مع تجربة جميعا طلقات الشدقن المتفجرة بالنسبة للأشخاص اللي جمعوا الوصفات معايا اللي هما جمعوا الخمسة وصفات تصرى ما أعطيتكم اللي هو وصفة شدقن المتفجر ما حصلتها في الماب صراحة فإذا جمعتها معايا روح اشتري اللي هو طلقات الشدقن المتفجرة من عند الفنس عشان تقدر تسويها وعشان تصمم له طلقات شدقن المتفجرة لازم يكون عندك طلقات شدقن سلوك ويضا نكون عندك اللي هو الأنمال فات بالنسبة لمن وين أجيب اللي هو طلقات شدقن سلوك بكل بساطة من محل الأسلحة فيه نوع من الرصاصة اسمه سلوك اشتريه وجيب معاها أنمال فات وراح تصمم لك طيب بالنسبة لتصميم الأسلحة أول سلاح راح نصممه راح يكون اللي هو الديناميت المطور وعشان تسوي ديناميت المطور لازم يكون عندك ديناميت عادي ويكون عندك أنمال فات ويكون عندك أي نوع من طلقات الهاي فلوسيتي من وين أجيب طلقات الهاي فلوسيتي بكل بساطة من محل الأسلحة عنده نوع من الرصاص اسمه الهاي فلوسيتي يجيب معاها أنمال فات ويجيب معاها ديناميت وراح يسوي لك الديناميت المطور وراح يكون تجربته بهذا الشكل بالنسبة لي اللي هو ثروينج نايف هذا رح يكون ثروينج نايف او سكين ترمي لكنه مطور وعشان تسوي لازم يكون عندك سكين يرمى او ثروينج نايف ولازم يكون عندك اللي هو الايغل فذر اللي هو الريش الصقر الظاهر او الغرابة المهم الريش معين فرح تحصل الايغل فذر في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك نجد توجهه له وراح تحصل ان شاء الله ايغل فذر صيده واخذ الريش حقه بعدها نصمم اللي هو الامبروف ثروينج نايف ايش الفرق بين اللي هو الثروينج نايف العادي والامبروف ثروينج نايف الثروينج نايف العادي لما ترمي في ظهر العدو ترى ما يموت لكن لما ترمي الامبروف راح يموت على طول يكون عندك ثروينج نايف ولازم يكون عندك اللي هو الاوليندر او نفتة الاوليندر وقلنا لكم من وين تجيبونا من اسم واضح انه سكين مسمم يعني ترميع العدو يتسمم ويموت هذي هرجة الثروينج بالنسبة لي اللي هو المولوتوف او القنابل الحارقة المطورة عشان تسويها لازم يكون عندك اللي هو المونشاين والانم الفات وقلنا لكم الاثنين كيف تجيبونهم وهذه رح تكون مطورة يعني رح تغطي منطقة اكبر من المولوتوف العادية بالنسبة اللي بعده رح يكون اللي هو الامبروفد تيموهوك تيموهوك كلنا نعرفه اللي هو الرمي هذا الفاسي اللي الرمي لكن رح نصنع اللي هو الامبروفد وعشان اسوي الامبروفد تيموهوك لازم يكون عندي تيموهوك عادي ولازم يكون عندي اللي هو الريشة الهواك او الريشة الغراب من وين اجيب ريش الغراب بكل بساطة راح يجيبه من هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي الان ايش الفرق بين التيم هوك العادي والتيم هوك الامبروفد زي ما قلتلك انه التيم هوك الامبروفد يكون محسن ويكتسل من طلقة واحدة او من بالنسبة لي قائمة الهوى الهانتسينج وقائمة الهوى الهورسكير بكل بساطة لا تتعب نفسك فيها لانها يعني تقدر تشتريها من المحلات بسعر ارخص وبدون هذا الكرف كله طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة واتمنى اي شخص استفاد انه يكتب لي في خانة التعليقات انه والله انا استفدت وشكرا لك الى اخره عشان يعني احس انكم والله استفدتوا من هذا الشرح الطويل المفصل تفصيل كامل طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع مرة ثاني لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم